كل مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان من جديد بيعود النادي الاهلي إلى الأجواء المحلية وبطولة الدوري المصري بعدما أنهى بطولة الدوري أبطال إفريقيا وتوج أميرا على عرش القرى السمراء بعد فوزه على فريق كايزر تشيفز بثلاثة أهداف مقابل للاشئ بيعود النادي الاهلي من جديد إلى الدوري المصري لاستكمال واستناف مشواره نحو الحفاظ على لقب درع الدوري الممتاز نادي الأهلي النهاردة بيأخذ لقاءه أمام فريق البنك الأهلي وهي واحدة من ثلاث لقاءات من المقرر أن يأخذهم النادي الأهلي بدون ست لعبين دوليين انضموا إلى المنتخب الأولمبي اللي بيشارك فيه أولمبياد توكيو طبعا مباراة البنك الأهلي ثم مباراة الإنتاج الحاربي ثم مباراة أصوات نادي الأهلي النهاردة طبعا حلم التركيز حلم الجدية خلاص الفريق أفل صفحة البطولة الإفريقية وأنهى الاحتفالات تركيز مطلوب خلال الفترة القادمة خاصة نادي الأهلي ليه أربع لقاءات مؤجلين نادي الأهلي طبعا بيهمه أنه يحافظ على لقب الدوري سريعا الفريق كان استأنف تدريباته يوم الثلاثاء بعد مما منح مستر بيتسو موسيماني راحل اللاعبين عاقب العودة من الكازابلانكا والمغرب استأنف الفريق تدريباته على يومين يوم الثلاثاء والأمس الأربعاء وكان بالأمس حضور الكابتن محمود الخطيب اللي كان حريص أن يكون موجود مع اللاعبين لحث اللاعبين على أهمية بطولة الدوري وأيضا التركيز في بطولة الدوري المصري الممتاز كابتن محمود الخطيب كان وجوده بالأمس مع اللاعبين ورسال كتير طبعا الكابتن محمود الخطيب بيوصلها بوجوده مع اللاعبين أيضا الكابتن سيد عبد الحفيز والجهاز الفني الخال بفريق النادي الأهلي تكلم مع اللاعبين خلاص بنقفل صفحة الملف الإفريق والبطولة الإفريقية والاحتفالات خلاص بنركز في بطولة الدوري بطولة مهمة جدا لفريق النادي الأهلي لو هنتكلم بقى النهاردة على كواليس يوم فريق النادي الأهلي تناول لعبون وجبة الإفطار في تمام الساعة التاسعة وجبة الغداء في تمام الساعة الثانية في هذه الأثناء مستر بيتسو موسيماني بيعقد المحاضرة الفنية للمباراة طبعا هو تفرج بالأمس على بعض اللقاءات الخاصة فريق البنك الأهلي وقف على كل مفاتيح اللعب أو كل الإيجابيات والسلبيات في فريق البنك الأهلي ومن خلال المحاضرة طبعا بيدي آخر التعليمات وبيعني أن التشكيل لا يخوب بهذا اللقاء طبعا النادي الأهلي زي ما قلنا عنده مجموعة من الغيابات ست لعبين انضموا إلى المنتخب الأولمبي اللي بيشارك في أولمبياد توقيو محمد الشناوي وطهر محمد طاير وصلاح محسن وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهم وناصر رمار طبعا بيغيب أيضا واستمر غياب وليد سليمان وحسين الشحات للإصابة وأيضا محمد محمود وكريم ندفيد من الأمور المهمة النهاردة في كواليس يوم النادي الأهلي أن الجهاز الفني كان حريص أنه يتابع أداء لعاب للنادي الأهلي في مباراة المنتخب المصري الأولمبي أمام فريق أسبانيا اللي انتهى بالتعادل السلبي أشاد وأثنى على أداء لعاب للنادي الأهلي خاصة محمد الشناوي أيضا اللعاب للنادي الأهلي كانوا حريصين أنه هم يعني يكونوا على تواصل واتصال مع لعاب للنادي الأهلي سواء محمد الشناوي أو أكرم توفيق أو طار محمد طار يعني كانوا بيشجعوا وبيحمسوا اللعبين وبشكرهم وبيحيهم على الأداء وتمنوا لهم التوفيق خلال المباريات القادمة بإذن الله طبعا دي الروح اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي بيكون سر النجاح للعاب للنادي الأهلي خلال طبعا يعني اللقاء هذا اللقاء طبعا هو اللقاء في غاية الأهمية النادي الأهلي طبعا بيهمه أنه يفوز في هذا اللقاء ويكمل مشواره المحلي وإن شاء الله حقا ثلاثة نقاط مهمة يضافوا إلى الرصيد للنادي الأهلي دي كانت كل الكواليس كل الأخبار من هنا من مقر إقامة فريق النادي الأهلي من جديد تعود ليك الكلمة تاني مرة تاني يا كابتن أيمن اتفضل